يعني من الحاجات الكويسة شوية في التكنولوجيا أنت دلوقتي يبقى سهل عليك تعمل معاملتك البنكية من التليفون أنت ممكن تشتري حاجات من أبليكيشنز بالكراديت كارد بتاعتك أو حتى تربط حسابتك البنكية على تليفونك الشخصي وده من خلال مجموعة طبعا من تطبيقات الدفع الجديدة معظمنا بيستخدمها في التحولات أو الشراء الإلكتروني لكن فيها أسئلة يمكن مهمة جدا بتخطر على بالنا وتوعوية في نفس الوقت هل الموضوع ده أمان هل لأ قادر أعمل إيه الحاجات ذي كلها يعني عايز أقولك أن والله بتبقى تطبيقات معروفة وموجودة على الستورز المختلفة أو المتاجر الإلكترونية المختلفة وبيحصل عليها كمان تسريبات وبيحصل عليها مشاكل طب هل الموضوع ده آمن بشكل كم في المية طب هل أقدر أنا أمنه إزاي بشكل يدوي يعني هل أنا أقدر أحط الكريدت كورد وبعد كده أعمل لها إلغاء وبعد كده أحطها على كده والله أقدر ممكن يخش على قادة البيانات طب إزاي نقدر نأمن العملية دي بشكل كامل عملية الدفع أو التحويل الإلكتروني اللي بنعملها عشان ما نتعرضش لأي من عمليات الاختراق أو تسريب البيانات أسئلة كثيرة جدا في الملف ده هنجاب عليها بالتفصيل مع ضفنا النهاردة في السيديو دكتور محمد رفعت خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات بعد التحية دكتور أهلا بحضرتك ربط الحسابات البنكية مع تطبيقات الدفع الإلكتروني مشكلة كبيرة ناس كتير جدا عندها القصة دي إزاي نأمن هذا الأمر حتى لأنا نتعرض للاحتيال أو سنقة هذه البيانات طبعا أول حاجة أنت محتاج أنه أنت استخدم باسورد قوي دي أول حاجة يعني لازم الباسورد يكون فيه حروف كابتل وحروف سمون يكون فيها سبشي الكاركتر هو كده كده يفردها عليك دلوقتي يقول لك دي سترونج ماشي بس برضو أنت يعني لأ ما ممكن تحط أركام تحط 2-4-6 مثلا مش هيعترض 1-2-3 مش قولك لأ يعني قضي للم أنت تفكر في باسورد ما يبقاش لها مدلول ما تحطش فيها أول حرف في اسمك يعني لأن تنوع بحيث ما تبقاش الباسورد ممكن حد يتوقعها تاني حاجة أن أنت تستخدم حاجة اسمها 2-factor authentication دي أن أنت تستخدم الباسورد مع حاجة تانية يعني الباسورد مع أنه يبعات لك رسالة على رقم الموبايل الباسورد مع البصمة الإيد بحيث أنه إيه؟ تبقى ضامن أنه مش مجرد أن أنا معايا الموبايل أقدر أعمل كده دي أول تاني حاجة تالت حاجة أن تحدث التطبيقات بتاعتك اللي موجودة على الموبايل طول الوقت لأن التحديثات دي بيبقى الصغرات الأمنية اللي ظهرت في الفترة السابقة بيعملوها لها أبديت علشان يعالجوها فبالتالي أنت لو عملتش الأبديت يبقى أنت معرض أن الصغرات الأمنية دي تستخدم ضدك دايما يعني اللي معايا موبايل كده نوع معين يقولك أنا موبايلي ده أقوى من الأندرويد يعني أنا محمي أكتر من الأندرويد معايا الفترة اللي فاتت ابتدى يظهر اختراقات كتيرة جدا على موبايلات الشهيرة يعني ما نقدرش نقول ما نقدرش نقول أن الأيفون مثلا أو الأندرويد فيه واحد أحساب التاني لأنه مفيش حاجة تثبت كده هو القصة كلها أنت لو عندك موبايل عليه آخر إصدار للأوبريتنج سيستم بتاع الموبايل أنت شغال به بتعمل لتحديثات الأمنية طول الوقت الشركة نفسها عاملة سبورت الموبايل بتاعك ده بتنزله تحديثات الأمنية بانتظام ورابح حاجة وآخر حاجة أن أنت تتأكد أن أنت بتنزلش برامج بره المتجر الرسمي للموبايل بتاعك يعني بتلاقي مثلا تدخل على موقع يقولك خد البرنامج ده نزله عندك على الموبايل ده فيه تطبيق ممتاز مثلا يبقى أنت كده دخلت برنامج ممكن يكون أصلا فيه فيروس أو يكون فيه مشكلة وهو اللي يعمل لك اختراق على الموبايل بتاعك في صحات كمان بيعملوا حاجات شبيهة يعني فيه واتساب جولد وده بيعمل مشاكل أمنية كبيرة جدا وفيه واتساب الرسمي اللي بيحذر من واتساب جولد يعني الموضوع وصل أن فيه يعني سرقة للعلامة التجارية بتاع التجارية اهو انت مشكلة انت بتنزل التطبيق ما ببصش على الايكم بس شوف الشركة كمان انت بتلاقي اسم يعني واتساب بوارد باي واتساب يبقى ده واتساب الشركة بتاعت واتساب لقيت واتساب واسم شركة دانية يبقى ده مش طبيعي مثلا فلازم تتأكد من دي يعني موضوع الاختراك عن طريق أن انت تنزل تطبيقات فيها مشكلة ده طبعا موجود طيب هل النهاردة ممكن حد يخترق ابليكيشن بنك ولا لازم هو بيخترق البنك نفسه يعني النهاردة مثلا تبع بنك اكس او واي او زد مثلا الابليكيشن بتاعه على موبايلي انا بحول من عليه وخلاص على معتمده هو عليه معلوماتي يعني حتى ده مش ابليكيشن ادخل عليه كرادت كارد هل في حاجة اسمها انه حد يدخل على الابليكيشن ده يخترق المعلومات بتاعه هو الموضوع يتقسمي جزئين انا ممكن يحصل اختراق على مستوى الموبايلي بتاعنا يبقى ده مالوش علاقة بقية العملة بتوعة البنك ده خالص انا حد عارف يختارك موبايلي فبالتالي عارف ياخد البيانات بتاعتي اللي عن موبايلي يعني يحد يختارك الموبايل ازاي؟ بلينك اول حاجة انت المفروض تاخد بالك من اي لينك يجيلك سواء على ميل يجيلك على واتس ايب يجيلك على فيسبوك بيبقى فيه حاجة كده بتقولينا accept all cookies اللي موجودة في الواب سايت دي؟ مش دي المشكلة رئاسية المشكلة انت اوما تقف على الرابط قبل ما تدوس عليه اولا انت بص تجالك من اي لين اه دي اول حاجة تاني حاجة انت شفته مثلا ما بارلك من واحد صاحبك او حد انت عارفه مش كفاية بص اقف على الرابط بس من غير ما تدوس عليه هتلاقي جابلك اسم اللينك ده راح فين تحت كده في البراوزر او في اللي انت هتكليك فيه يقولك ده اللينك ده اسمه كذا لو لقيت الاسم ده مش ماشي مع اسم اللينك يعني اللينك مثلا يقولك ايه اللينك ده بتاع البنك الاهلي لقيت تحت مكتوب جي او مثلا مجموع حروفي ولأ ده مش بتاعه يعني ورد ما يكونش صحيح خلينا نفاهم المشاهدين اكتر عشان انا في ناس بيكبر شوية مش عارفين يعني مثلا واحدة بعتت لحضرتك صورة او فيديو بتاع الصباح مثلا وشاهد الاغنية الصباحية لكذا وهتلاقي تحت مكتوب عليه اما هتلاقي اللينك ده مكتوب عليه الاغنية الصباحية اما هتلاقي حروف مختلفة فبالتالي انت ساعتها تعرفي ان ده رابط مش حقيقي يعني دايما لينكي الرابط ده بالفيديو او اسم الفيديو اللي ما بقوت لك عشان ده اكبر الغلطات الناس كلها دايما بلاقي عندي في الماسنجر الناس بعتلي كده من ولا حاجة حاجات ما بقوتها على الماسنجر غريبة كده صباحية لقيه اللينكس غريبة غريبة انه لازم تحذر اكتر او ما بقى ان الصيغة بتاعت الرسالة فيها خطر اه في مشكلة تسريب اعرف انت حسابك تتصرب بياناتك استرابط او لا الحاجات دي المفروض ان هي تخليك تبقى حريص اكتر ان انت متدس عليه لانه الهاكرز والناس دي بتحاول تخليك ما تفكرش ما يديكش وقت تتفكر فيديك صيغة الرسالة انه مشكلة عاجل حصل حاجة دوس على اللينك ده عشان كذا دي حاجة تاني حاجة ان في مواقع انت خلاص هاي تدوس على اللينك ده بس خايف تاخد كوب من اللينك ده وفي مواقع تشيك بيها على اللينك ده اقولك ده سبام ولا حقيق مثلا زي مثلا جوجل سيف براوزنج وفي حاجة تاني اسمها اس اس ال تشيكر ده بتاخد اللينك تحط عليه يديك رسالة ان المواقع ده امان ولا في حاجة كمان تانية ان انت العنوان نفسه مش اللينك العنوان نفسه بتاع اللين انت دوس عليه ده لازم تتأكد انه هو المتشفر ده بترافها ازاي اول اربع حروف هتش تي تي بي تلاقي فيه بعدها اس فاول حاجة في عنوان لو لقيتوا بادي بالاسم على طول يبقى ده لو مهتش اس يبقى الربط ده مش مؤمن أصلا هتش تي 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 بي اس اه في اللينك نفسه اوال اربع حروف في الربط نفسه مش في الاسم الاسم مش هيبقى موجود في كده طيب بساعات حد يشتكي أن موبايله مرة واحدة عمل ريستارت ويفاجئ أنه هو اتعمل عليه هاجمة إلكترونية وهو مش واخد باله إيه ده؟ هو زي ما احنا قلنا في الأول أنت محتاج أن أنت تعمل كل الأبديتس وكل الدنيا طول الوقت وفي نفس الوقت أنت لو شاكي بوقت بتعمل إيه؟ حصل مثلا حصل حاجة زي كده أول خطوة تعملها أن أنت تتغير البصورة المهمة عندك على الموبايل كلها نازل برنامج أنتفيروس تسكان الجهاز بتاعك بحيث أن لو لقيت أي برنامج قالك البرنامج ده مش مظبوط فيه فيروس في المكان الفلاني يشيله حتى البرامج دي تحسها مضروبة برضو في حاجة غير لا ما هو برضو يعني أنا زي يعني اعتبر أني تشيري مثلا حاجة من أمازون زي ما بتنزل برنامج من على من على ستور نفس الفكرة اللي أنت بص على البرنامج اللي أنت بتنزله ده حجم يعني مثلا عايزة أنزل أنتفيروس ما نزلش واحد كل الدونلوت بتاعه 100 ألف ما ألاقي فيه 10 مليون وفيه 20 مليون فأشوف حاجة ناس كتير قوي منزلها ومشوف الفيدباك في ده بيدي انبيكيشن ده موصوق الناس بتسترخص تقولك ده ببلاش وده ببلاش لا فيه ببلاش موصوق ما انت ببلاش هتلاقي نازل 100 مليون مرة فده فريل أو فريل فترة ما فيش مشكلة في كده بس ما تنزلش واحد مثلا كل الدونلوت بتاعه عشر تلاف واحد اللي نزلوه في أبليكيشنز مرة واحدة بتقولك عايز تعمل ترايل عايز تعمل تجربة عديك ثلاثة ايام حديك سبعة ايام بس حطيلي الحسابات البنكية بتاعتك ده خطر هو حسب ده ايه ما هو برضو يعني هو بيقولك وبعد كده بيربطها بالميل فهو ايه خلاص هو مسكك هو المشكلة في كلقاتي انه هو بيحاول ياخد بياناتك المالية لسببين اول حاجة انه هو كده بعد كده ممكن لوحده يخسر ايه وزح ماذا بالزبط اللي بقوله او انه يسرق بياناتك ده وحد تاني ياخدها او هو نفسه ياخده اه فالقصة كلها انت انا عايز انا نزل برنامج مثلا جيم مثلا او عايز انا نزل برنامج دافع الكتروني ففي اخده مكان موسط ايوه اخده مكان موسط يعني مثلا بتعامل مع برنامج يقولك برنامج دافع الكتروني لازم اتاكد ان وراء مؤسسة كبيرة تابع البنك المركزي تابع بنك معروف تابع شركة مالية كبيرة فالتالي ابي عارف ان الشركة دي هتضمن الحركة اللي هتم مدار تأمل البرنامج دافع برنامج انا معرفش مصدره كويس ومعرفش ده جاي منين هيبه خطر انت بتعرض نفسك ريسك مالوش لازمه طيب حصل ولقدر الله حد اخترق معلومات عن معلومات البنكية لقدر الله ايه اللي هيحصل يعني النهاردة انا اول خطوة اعملها فيه اربع خطوات مهمين لازم تعمليهم اول حاجة تغير البصلة بتاعت كلها اه تاني حاجة تكلم البنك انت خلاص حصة ان المشكلة حصلت فانت مش عايزة يحصل اكشن تاني على الحساب مثلا تالت حاجة ان انت لازم تبقى انفعلها لاشعارات بتاعت الحساب انه اول ما يحصل اي سحب على الحساب يجيلك رسالة وبالتالي لو حصل اي اكشن مش طبيعي انت هتحس على صوبة هتجيلك رسالة تم سحب 1000 جنيه وانت مسحبتيش حاجة والله يا العظيم ساعتنا بتجي رسالة بالزلسة دي يعني يبقى مثلا رسيدك كده فتلاقي مثلا ايه 500 جنيه و1000 جنيه طاروا كده في الهواء فتكلم البنك انا حسابي كان كده وفيه فيه رسالة ما جات ليش وبعد كده حصل ده معاك حصلت ابل نفسها اخدت مني فلوس وما رجعتش اه هو المرالم البنك يقول لي لا يا فندم ده انت اشتريت اونلاين كده قلهم ما حصلش يعني ده ايه فيه نموذج اعتراض بي تعمل فيه موقفين فينا ممكن تبقى عادي بتحصل اخطاء عادي غلطة من البنك ان الرسالة ما جاتش ده ممكن تحصل او انه الستوريج بتاعت الرسالة اللي عندك في الموبايل مليانة فالرسال بتجيلك وما بتعرفش تنصر عندك دي مشكلة تانية بس مش كتير المشكلة تالتة بقى الرئيسية انه لو دخل عندك فيروس ممكن هو نفسه وقف الرسال صح بقى نشوف جوجل نفسها بتبعت لنا ايميلات كده كل فترة والتانية انه تم يعني تسريب بعض البيانات فاعمل تحديث للباسويد وكده لما جوجل نفسها بيتم اختراقها هو كده كده هم طرفين طرف بيأمن وطرف بيهاك وسوق الهاكين طبعا تلوقتي ده حاجة مكسب انا اوما ادخل على ادخل على حساب عشر تلاف واحد ولا ميت واحد ما انا خدت لو خدت من كل واحد اي مبلغ اطلعت المبلغ قدي فهو ده بقى الحرامي بيعمل ما بيصفرش حسابك هو مصلحته انه هو يفضل يسحب منك حاجات بسيطة كده ولا هو مرة واحدة بيصفر حسابك وانت بتخل لا هو لو وصل لحسابك هيحاول ياخد اللي يقدر عليه كله لانه هو عارف ان انت هتغير البسورد وهتوقف الحساب في اكشن هتتمه البرنامج اللي عمل لهاك انداد ده هتشيله فهو دي حاجة تاني حاجة فيه مواقع ما بقاش الغرض استرق يعني انا دلاتي لو شك انه اي برنامج عمزي على الموبايل فيه مشكلة امسح حالا كل حاجة ومعلومات هتروح من عليه ولا هي هتفعل مفجلة عليه هو الكسة كالقاتي احنا قلنا هتنزل الانت فيروس هتغير البسورد بتاعت الابليكيشن بتاعتك كلها هتبلغ البنك ممكن تعملي محضر في البوليس لو الموضوع حاسة ان فيه احتيال حصل كل ده هتعمليه لا انا دلوقتي كانوا من انواع بس انت لو عارفة ان البرنامج ده ده اخر حاجة انت عملتها وهو ده المشكلة مشها طبعا لا لو انا دلوقتي حالا انا عايزة احمي نفسي انا لسه محصلش اي مشكلة عايزة احمي نفسي ادخل دلوقتي اشوف البرامج اللي انا خايفة منها شوي ام صحة من عندي انا طبعا لو اي برنامج انت منزلها مش يعني مثلا ايه مش واسخة فيه او برنامج مش العادي يعني البرامج جالك عن طريق اعلان مثلا انت نزلتها عندك برنامج ده اكيد مش موسق او يعني مش مضمون فانده ده اول حاجة انا ممكن تأميني نفسك ان انت اشيليه يعني وبناءنا عليه اشتغل بس بحرص ودايما يبقى عندك ودايما تبقى متابع ومش اي مصدر تحط فيه حسابتك البنكية لازم يبقى مصدر بالزبط لان ده يعني في النهاية مهما كان قوة هذا المصدر انه ايضا معرض للاختراق لذلك اهم نصيحة يمكن قالها الدكتور محمد رفعت غير الباسورد بتاعتك باستمرار دايما يبقى عندك اشكال مختلفة اوعاتك تبعها دايما يبقى عندك ابتكارات مختلفة بنشوفهم وعيين في القصة دي دايما بيقولوا المعلومة دي لان هي ده اعتقد النهاية يعني اهم نصيحة ممكن تتألف الملف ده منشكرك الدكتور محمد دكتور محمد رفعت خبرية تحول رقمي وتكنولوجيا المعلومات نورنا وشرفنا في السدل صباح شكرا لك يا داور شكرا لك يا داور شكرا لك يا داور